بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بمراجعة عمل مراجعة في الدرس هذا ومجموعة من الدروس القادمة سنقوم بعمل مراجعة للدروس السابقة المواضيع السابق اللي درسنا فيها المتغيرات والتعابير والعوامل وأنواع البيانات والجملة الإسناد والجملة الشرطية والتكرار وغيرها من الدروس اللي درسناها سنقوم بعمل مراجعة من خلال حل مثال فيه مشكلة يعني مشكلة معينة مطلوب حلها باستخدام برنامج خلوني أوريكم السؤال اللي موجود عندنا هنا السؤال يقول التالي أو المشكلة هذه اللي نبغى نحلها هي كالتالي يقول لك أنه أكتب برنامج بلغة الجافة يحسب ويطبع تكلفة الألعاب في متجر ألعاب كالتالي يقول لك أنه تكلفة كل لعبة مدخلة من المستخدم صاحب المحل يعني المقصود هنا طبعا أنه يقرأ تكلفة كل لعبة مدخلة من المستخدم صاحب المحل بحيث أنه يجب أنه يشتري المشتري لعبة واحدة على الأقل وإلا يطبع البرنامج رسالة خطأ وهو البرنامج يقرأ تكلفة كل لعبة مدخلة من المستخدم صاحب المحل ثم إذا اشترى للزبون أكثر من نسختين من اللعبة يحصل على تخفيض 20% طبعا يقوم بقراءة رقم اللعبة الـ ID أو الـ Identifier حق اللعبة وتكلفة اللعبة من نوع Double وعدد النسخ المشترى من اللعبة وبعد ذلك يطبع التكلفة بعد التخفيض وقف الفيديو شوي اقرل السؤال مرة ثانية بس حتى تشوف تتأكد أنك فهمت السؤال المطلوب من السؤال طبعا ما هو صعب السؤال بس ودي تقرأ مرة ثانية كده تتأكد أنك فهمت السؤال بشكل جيد طيب خلنا نشوف هنا عندنا على اليسار موجود معطيك أمثلة لكيفية عمل البرنامج طبعا بشكل عام أنه ودي أعلق تليق عام هنا وهو أنه زي المشكلة هذه أي طبعا مشكلة بسيطة جدا ومصغرة جدا من مشكلة قد توجهها أنت كمبرمج فيما بعد إن شاء الله إذا أصبحت مجال مبرمج محترف أنك تروح والله ويجيك تكون مثلا أنت شركة أو شيء زي كده يجيك صاحب محل يقولك والله أبغى برنامج لإدارة المحل اللي أنا أعمل فيه محلي اللي أنا أعمل فيه فيقولك أبغى برنامج المحلي اللي هو أنا أبيع العاب العاب games حقت حقت كمبيوتر أبغى أنا البرنامج والله يدخل فيه تكلفة كل لعبة زين وإذا اشترى مني المشتري شو اسمه لعباء يعطيني البرنامج شو اسمه القيمة قيمة المشتريات هذه زين هذي طبعا هذي الproblem statement هذي تأخذها دائما من صاحب المحل وعادي جدا أنك تكون ما تفهم الproblem statement في البداية هذا شيء طبيعي جدا ما هو شيء غريب زين لذلك أنا كتسهيل مني فعليا في الحياة الطبيعية أنت لازم تروح لصاحب المحل هذا تجلس معه تسأله تأخذ منه معلومات يسمونها requirements ومتطلبات زين وهذه جزء من عملية من الهندسة البرنامج من software engineering تأخذ منه requirements تفهم المشكلة بشكل أكبر ثم بعد ذلك تبدأ تحاول تحل المشكلة تحاول تكتب برنامج يحل المشكلة ترجع لصاحب المحل مرة ثانية تأكد أنه هل فعلا فهمك أنت كان صحيح هل برنامج يلبي متطلباته ورغباته ولا فيه شيء أنت فاهمه غلط وهكذا طبعا هنا عندنا شيء سهل جدا برنامج سهل فأنا مساعدة كمساعدة أعطيتك sample run يعني هنا هذي الآن كيف البرنامج يشتغل زين البرنامج أول ما يشتغل طبعا لك رسالة welcome to gaming center بعد كده يقول لك دخل رقم اللعبة ال id زين identifier حق اللعبة هو الرقم اللي يعرف اللعبة المعرف حق اللعبة زين نفضل نواحد بعد كده يقول لك دخلي قيمة ما اسمه اللعبة مثلا 100 100 ريال أو غيرها بعد كده يقول لك طلع عطني عدد الألعاب فمثلا عندنا خمس ألعاب زين فاللعبة نفسها identifier حقها واحد مضبوط ودائما طبعا في البرمجة غالبا نستخدم الأرقام لتعريف الألعاب مثلا صحيح أنه فيه ألعاب كثيرة في ال games في الكمبيوتر مضبوط فحنا بدلا من نستخدم اسم اللعبة يفضل في البرامج أنك تستخدم الرقم هذا الما يمنع أنك ما تستخدم الاسم لكن دائما استخدم الرقم لأن الأسماق قد تشابه بينما الأرقام لا تكون دائما أرقام فعشان كذا يعني هنا في الديزاين في تصميم البرنامج استخدمنا لاحظنا من خلال السؤال اللي عطيت كان فيه مسهل عليك الموضوع يعني خيارات معينة في الديزاين في التصميم حق البرنامج اختارها لك وخلص السؤال وهذه طبيعي عدد فلاسيلا اللي تعطى المبتدين طيب فإذا البرنامج يقرأ رقم اللعبة يقرأ للسعر اليومية عدد اللعب خمسة لعاب قال لك القيمة لللعبة اللي رقمها واحد زي ما تشعب قال لك القيمة لللعبة لرقمها واحد هو 400 المقصود طبعا هنا 400 ريال زي اللعبة رقم واحد قيمتها 400 ريال ليه شربعة مية سعر قيمة اللعبة بمية والمشتري شرى خمسة لعاب نضبوط في مية في خمسة خمسمية الآن طبعا من اللي بيستخدم البرنامج عايز يستخدم برنامج صاحب المحل فكانه صاحب المحل قال والله اللعبة رقم واحد كيمة اللعبة مية عدد للعاب اللي اشتراها الشخص خمس فالبرنامج قاله اوكي القيمة 400 total price او القيمة الكلية 100 في 5 بـ 500 لكن لأنه الزبون اشترى اكثر من نسختين زي ما انت شايفين عطيناه تخفيض او عطاها المحل تخفيض 20% البرنامج حسب له تخفيض 20% ف20% من الـ 500 هي 100 زي ما فطرحنا 100 من الـ 500 فطلع الناتج 400 هنا مثلا مثال ثاني قال له دخلي لعبة فدخل لعبة رقم 3 قيمتها 200 عدد اللعب اللي اشتراها 2 بما أنه 2 فانه ما يصير تخفيض لأنه تخفيض يجبك لازم اكثر من نسختين هذا الشرط فقال لك 200 في 2 بـ 400 بكل بساطة زي ما هنا قالوا وش اللعب اللي تبغى قال 6 زي ما قال له قيمة اللعبة قال 200 كم عدد اللعاب اللي تبغى صفر فلو ما أعطاه صفر قال له error ما لا معنى أنه يكون عدد اللعاب اللي بيشتريها الزبون صفر زي ما وهذه تحقيقا للجزء هذا في السؤال زي ما يجب أن يشتري المشتري لعبة واحدة على الأقل وإلا البرنامج يطبع رسالة خطأ مضبوط فلاحظوا أنه من خلال السامبل رنز هذه اتضح لنا البرنامج بشكل أكبر طبعا الآن أنت لما تاخذ البرنامج هذا تبدأ بتحليل البرنامج السامبل رنز دي تساعد كثير الأمثلة هذه أمثلة على عمل البرنامج تساعد كثير على فهم المشكلة اللي أنت بصدد حلها وكتابت برنامج لها أنا نصحك توقف الفيديو شوي جرب تفكر أنت تحلل المشكلة بنفسك زي أنت حاول تفهم كيف راح تكون الخوارزمية الخوارزمية بسيطة طبعا سحاول تجرب بنفسك أنت وقت كده أرجع للفيديو وشوف كيف رلده طيب حنا من خلال الكلام اللي قدامنا هذا ممكن بكل بساطة على طول نقدر نطلع الـ variables اللي نحتاجها والله نحتاج نقرأ الـ id حق الـ game فنقدر نقول هنا عندنا variable اسمه id مثلا ونوعه int تمام نوع الـ id int هنا عندنا سعر اللعبة والسعر اللعبة يحتاج variable مثلا نسميه price زين ونوعه double ليش double مضبوط ليش double ممكن نكتب على جنب هنا ممكن أفضل لو كتبنا على جنب هنا قلنا الـ variables هي int id هذا variable ودبل مضبوط ليش double؟ لأنه قال لي هنا هو قال لي هنا قال لنا double لا 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 ما اسمه سعر اللعبة وعدد الألعاب وعدد الألعاب طبعا ما يمكن يكون عدد كسري أو عدد حقيقي لابد يكون عدد صحيح مزين فإنت num مثلا عدد الألعاب زين number اللي هو عدد الألعاب فهذه ثلاثة variables طلعنا فيهم مباشرة من المدخلات إما نجي الآن نحسب قيمة اللعبة فواضح أننا بنحسب القيمة هذه ونخزنها في مكان معين فإذا نقدر نقول أنه عندنا double زين مثلا total total price مثلا اللي هي القيمة الكلية وزين اللي هي 100 في 5 هذه تخزنها في دوع برضو عندنا double ليش double طبعا ليش حطناها double من قواعد data types اللي أخذناها سابقا أنواع البيانات إن إذا جينا نضرب double في int فإنه راح يطلعنا double فإذا لازم القيمة نخزنها في double فالتوتال برايس ممكن يكون فيها كسر أو فاصلة يعني مضبوط برضو double مثلا price after discount نقدر نقول price after يعني السعر بعد التخفير after discount زين فهذه طلعنا بvariابولز الخمسة هذه زين طيب غير الvariابولز كيف البرنامج راح يمشي زين يقولك تكلفة كل لعبة مدخلة من المستخدم إذا نخلل نقولك أول شيء اقرأ تكلفة تكلفة اللعبة هذه خطوة من خطوات اللي بسويها البرنامج زين طيب في خطوة قبلها أو بعدها اللي هي اقرأ ال-ID مضبوط ال-ID اللي هو رقم هذا هذي متفضل نتيجي هنا لاحظ أنه عادي أني أنا أكتب الخطوات وجهي أحطها هنا وهذا يفضل أنك تسوي العملية هذه كانك تكتب خارج 100 البرنامج قبل ما أنك تبدأ بحل البرنامج فعليا لأنه كمبارنج مبتدل غالب أنه صعب عليك أنك تفكر بحل البرنامج وبنفس الوقت تكتب البرنامج يعني السنتاكس يصير يحوسك بينما إذا جيت تكتب بالعربي هنا الألغوريثم ما تهتم كثير للنحية النحوية يعني ما أنت بجالس تكتب جافة تكتب لغة ما تعود عليه لغة العربية فذلك يسهل عليك أنك يصير تركيزك كله منصب على الخوارزمية زين هذا في مهم جدا بالإضافة لأنك تقدر تقدم وترجع بسهورة تقول هذه والله بجيبها هنا فإذا أول شيء نقرأ الـ ID بعد كده نقرأ تكلفة اللعبة زين هنا طيب الآن قرأنا الـ ID قرأنا تكلفة اللعبة حيننا نبغى نحسب تكلفة اللعبة لكن في شرط عندنا يقولك لازم يشتري المشتري لعبة واحدة على الأقل ولا يطبع البرنامج فإذا قبل ما نحسب تكلفة اللعبة زين لابد أن نشوف كم عدد الألعاب اللي يشتراها فإذا اقرأ عدد الألعاب هنا نقدر نقول اقرأ عدد الألعاب زين هذه الخطوة أنا بني سويها الثالث اقرأ الـ ID اقرأ تكلفة اللعبة اقرأ عدد أو عدد النسخ عفوا وليس اللعب لنفس اللعبة طبعا عدد النسخ كم CD أو كم شريط من اللعبة شتراه الشخص هذا مضبوط بعد كده الآن الخطوة اللي بعدها الآن نقول الكلام التالي ممكن نحطه بلون مختلف شوي نقول الآن أنه إذا إذا عدد الألعاب أو النسخ إذا عدد النسخ أقل من واحد زين اطبع error هو معطيني قيل لي قيل لي إذا هذا اطبعها خطأ طبعا ما رح تطبعها بالعربي اطبعها بالإنجليزي مضبوط طي هذه خلصنا الآن وإلا وإلا هنا طبعا وإلا صح هذه وإلا إذا وإلا زين وإلا نجي لأن نكتب خلنا نكتب نختار له أنا ثاني للي بعد وإلا الآن ساوي عدد النسخ في سعر النسخ طبعا ملاحظة أن السعر الكل هذا هو total price اللي هو الـ variable هذا فهذه طبعا ما هي يساوي هذه إسناد فعليا السعر الكل ياخذ قيمته هي عدد النسخ في سعر النسخ عدد النسخ اللي هي النم وسعر النسخ اللي هو الـ price مضبوط بعد كذا نقول والله إذا الآن مرة ثانية إذا عدد النسخ إذا عدد النسخ أكبر من أكبر من اثنين فإنك اعمل discount مثلا اعمل تخفيض طبعا اعمل تخفيض هذه بين قوسين هنا لأنه لازم نسوي لها عملية كيف عملية التخفيض هذه اللي راح أخليها لك زين أعطيك فرصة الآن الطريقة هذه تقريبا تقريبا انتهى البرنامج باقي عملية الطباعة زين برضو نكتبها يعني أنا طبعا ما ودي أطول الشرح كثير لكن مفترض أنك أن تكتب برضو عملية الطباعة لـ تكتب في الألغوريثم هنا عملية الطباعة بعد كذا كل واحدة من خطوات هذه بنحولها للكمبيوتر زين أنا ودي أنك توقف الفيديو تحاول أنك تكمل الخوارزمية كاملة بالعربي الخطوات اللي بتكتبها عشان بعد كذا تبدأ تفتح الإكلبس وتبدأ تطبق الخطوات أو تجرب الخطوات هذه خطوة خطوة عندك في الإكلبس زين؟ وقف الفيديو جرب حاول تحل البرنامج الآن مرة ثانية محاولة مرة ثانية وبعد كذا أرجع للفيديو حتى أنك تشوف الحل النهائي للبرنامج البرنامج نفسه طيب أتمنى أنك حاولت خل نشوف حل البرنامج عندنا هنا زين؟ هذا حل البرنامج آه بس خلني بس أسحبه شوي سار عشان يكون واضح طيب خلو نشوف الحل اللي عندنا قدامنا هذا زين خلو نتتبعه بشكل سريع ونشوف ونقارنه مع مع القريثم الخورزمية اللي كتبناها هنا عندنا قدامنا طيب الحل وش يقول قدامنا الحل يبدأ أول شيء طبعا يسوي سكانر شيء هذا عارفين وخلصنا منه الانبوت والاوتود بعد كده يطبع رسالة مرحبا بك في مركز الألعاب أو المحل الألعاب هذا بعد كده يقول لك دخلي الـ ID اطبع رسالة لاحظ أن هذه مكتبنا هنا مكتبنا هنا أنه أطبع رسالة المستخدم أنه صاحب المحل يعني أنه يدخل رقم اللعبة ما كتبنا شيء هذا وهذه عادي يعني ممكن أنك تنسى بعض الأشياء خصوصا الرسائل هذه التي تطبع ممكن أنك تنسىها عادي وما تأثر كثير مضبوط إذا تبغيت اكتبها في الألغوريثم إذا ما بغيت ما يحتاج تكتبها هنا على راحتك بعد كده الآن قرينا الـ ID لاحظنا الآن تعريف الـ ID قراءة الـ ID هذه هي نفسها اقرأ الـ ID اللي هنا مضبوط واستفدنا فيها من أنه عندنا variable ID هنا تمام فاستفدنا من قضية أنه حددنا variable واستفدنا من قضية الـ الالغوريثم اللي موجود هنا وهي أول خطوة بعد كده قلنا عطنا قيمة اللعبة بعد كده قرينا القيمة تكلفة النسخة من اللعبة بعد كده قلنا عطنا عدد الألعاب وقرينا تكلفة كل نسخة عفوا قرينا عدد الألعاب اللي جاي من المستخدم بعد كده هنا الآن بدأ الشغل في البرنامج بدأ الجملة خلنا نحط الجملة هذي بين خلنا نحط الجملة كاملة عندنا هذه الجملة الشرطية الجملة الشرطية هذه مقسمة إلى قسمين ممكن نقسمها هنا مضبوط القسم اللي فوق هذا الجزء اللي فوق هذا إذا عدد الألعاب أقل من واحد لحظة زي ما سوينا هنا إذا عدد النسخ أقل من واحد اطبع error وخلاص إذا عدد النسخ أقل من واحد system.out.printlainerror لحظة أن استخدمنا جملة شرطية هنا استخدمنا variables استخدمنا أشياء كثيرة من اللي شفناها الدروس السابقة وإلا هذه خلصنا منها الجزء الف وإلا إذا عدد الألعاب أكبر من واحد فإنك أول شيء عرفني total price total price اللي ذكرناه هنا هذا عرفه لنا هنا زي يعرفنا total price خلو نشوف المبلوان ثاني زي يعرفنا total price بعد كده الآن شرط آخر هنا نشوف هل في discount ولا ما في discount لاحظ اللوجيك هذي يسمونه اللوجيك حق البرنامج هذي شيء مهم جدا أو سمونه بعبارة أخرى خلو أكتبها لأن العبارة هذه جدا جدا مهمة لك يسمونه business logic البيزنس لوجيك تمام كلمة لوجيك طبعا ما أخوذها من المنطق زي لأن الكمبيوتر كله البرمجة كله مبنيه على المنطق والبيزنس لوجيك اللي هو المنطق حق البيزنس لأنك أنت الآن جالس تسوي برنامج لصاحب محل عنده بيزنس معين نحن نبدأ نفهم المنطق حق البيزنس كيف يعمل البيزنس أو العمل التجارة حق صاحب المحل هذا كيف تعمل حتى نسوي لبرنامج يضبط له وغالبا صعوبة البرمجة هي في الجوانب هذي هذه الجوانب اللي فيما بعد يكون فيها صعبة وتصميم خوارزميات كل شيء طبعا البيزنس لوجيك اللي قدامك سهل جدا لكن قد يعني على حسب تعقيد المشاكل اللي قدامك قد يكون اللوجيك أصعب بكثيره لكن مهم اللوجيك غالبا يحتاج منك أنك تكتب جمل شو اسمه غالبا تبدأ تستخدم فيه جمل لوب جمل شرطية أو جمل تكرار أو غيره conditional statement أو غيره خلنا نرجع مرة ثانية نرجع البرنامج هنا مهم جدا نكون فاهمين حلنا البيزنس لوجيك زين جينا نجي هنا نقول البيزنس لوجيك يقولك إذا عدد العاب أقل من واحد اطبع ارور إذا عدد العاب أكبر من اثنين سأولي ديسكاونت إذا عدد العاب أقل من اثنين ولكن أكبر من واحد اللي هي يعني عفوا أكبر من تسوي واحد يعني يا لعبة يا لعبتين فأنك سأولي شو اسمه ديسكاونت عفوا لا تسوي لي ديسكاونت عطني البرائش زي ما هي واضح فإذا هذا التقسيمة تقريبا اللي طلعنا فيها فهذه الافة الثانية هنا عندنا الافة الثانية هذه تقول لي إذا عدد العاب شو اسمه قسمنا إذا عدد العاب هل هو أكبر من اثنين أو اثنين فإذا نقدر نقسم الحالات اللي قدامنا إلى شو اسمه إلى ثلاث 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 أقسام عندنا في البرنامج هذا نسين عندنا حالتين أنه أقل من واحد أقل من واحد أو أكثر من واحد هنا عندنا أكثر أكثر من واحد أو يساوي طبعا أكثر من أو يساوي واحد أو يساوي وهذه نقسمناها مرة ثانية القسمين هنا عندنا اللي هي أقل من ثلاث أقل من أو يساوي اثنين وأكثر من اثنين زين فهذا التقسيم اللي سويناه تقريبا اللي هو زي ما نشايف هنا واللي هو عبارة عن إف و إلس والإلس هذي في بطنها جواها نستد إف و إلس فهنا نشوف كيف أهمية النستد إف و إلس اللي شفناها قبل في حل المشاكل فإذا عدد العاب أكثر من اثنين فإنك أول شي تسوي احسب لي كم قيمة اللعبة زي ما حسب لي القيمة عفوا حسب لي الدسكاونت هنا كم الدسكاونت اللي هو بوينت تو عشرين عالمية زين بوينت تو زيرو بوينت تو هذا الدسكاونت بعد كده أحسب لي القيمة الكلية قبل ما تسوي دسكاونت اللي هي مثلا قيمة النسخة بمية وعد النسخ ثلاث مثلا فتصير ثلاثمية أو خمس أو خمس فتصير خمسمية زي ما شفنا في المثال بعد كده أحسب لي الآن هذه التوتال برايس قبل التخفيض الآن أحسب لي التوتال برايس زين فالتوتال برايس هنا هي هذه اللي هي برايس أفتر ديسكاونت والتوتال برايس بفور ديسكاونت اللي سميناها توتال برايس مضبوط فأنا ممكن استخدمت هنا أسماء مختلفة شوي عن البرنامج عادي يعني ما في مشكلة أسماء الـ variables فالتوتال برايس هي نفس التوتال برايس قبل التخفيض في واحد ناقصا التخفيض زينا اللي تطلع 0.8 فتكون البرايس في 0.8 هذه طريقة التخفيض هذه طريقة حساب التخفيض دائما اللي بغيت تحسب التخفيض هذه هي الطريقة لتحسب التخفيض حسبنا حين التوتال برايس فإنك التوتال برايس إذا صار ما في تخفيض إذا صار شارع لعبة أو لعبتين ما يسير له تخفيض فنحسب التوتال مباشرة القيمة النهاية مباشرة بعد ذلك بالنهاية نطبع القيمة النهاية للعبة أرجو أنك تراجع البرنامج بشكل سريع تحاول تتأكد أنك فهمته بشكل جيد إن شاء الله في الفيديوهات القادمة نطور على البرنامج هذا بأفكار أكثر